اشتركوا في القناة كمان مهمة كتير لشرب السوائل احنا ما لازم نشرب السوائل دفعة واحدة لازم نشربها دفعات ونقسمها على ساعات حتى نقدر نستفيد منها بالشكل الصحيح وبين نحكي عن الساعات فساعات وتفصلنا عن المهرجان اتسوق الوطني الذي يقام على ارض جامعة النجاح الوطنية المهرجان الاضخم لعام 2019 بدأ بالعد التنازل لكي يفتح بابه امام الزور وكمان قداش احنا متحمسين ومتشجعين على انه نشوف المهرجان وكل يوم احنا ندخل على الجامعة نشوف التجهيزات ومنحكي لهم كمان الله يعطيكم العافية على التجهيزات لانه فيه عن جدة ابداعي يعني خلال ايام قصيرة كانت التجهيزات جاهزة وكمان متقنة اكيد منحكي عن قصص مختلفة عم يتم الحديث عنها من خلال مهرجان التسوق الوطني رح يحدثنا عن رسائل مختلفة واهداف مختلفة هذه المرة ضيفنا في الاستوديا سيد رائد الدبعي ممثل الشبيبة في الضفة عضو قيادة في الشبيبة في الضفة يسعد صباحا صباح الخير سعد الله صباحكم بكل الخير يعطيك الف عافية اللي عافيكم تحكي للجمهور وين وصلنا في تحضيراتنا لمهرجان التسوق يعني بداية رجعتونا لأجواء رمضان علما بأن جزء من أبناء شعبنا اليوم يصومون صيام الكرامة الثاني أسران البواسل نحن منوجه لهم تحية منوجه لهم كل الدعم والتقدير ونبتهل إلى الله عز وجل أن ينصرهم بهاي القضية حقيقة هو المهرجان السادس وليس الثالث يعني يمكن هاي خبرية شوي تكون جديدة لأن حركة الشبيبة الفتحاوية عملت ثلاث مهرجانات قبل أن يتم إعادة إحياء هاي الفكرة في السبعة وتسعين والتمانية وتسعين وتسعين كان أخونا الأسير القائد ياسر أبو بكر رئيس حركة الشبيبة الطلابية في الجامعة وعمل ثلاث مهرجانات وقتها كنا نعمل بالحرم الأديم في المكان اللي هلأ مخصص ككراج كان أيضا هو مهرجان وطني لذات الأهداف اليوم يعني إحنا منشوف جامعة النجاح ترتقي تصبح يعني أولى جامعات الوطن وتصبح يعني من أهم الجامعات العربية وبالتالي من الطبيعي أن يكون مثل هكذا نشاط أن يرتقي ويكبر لكي ينافس المهرجانات التي تقام على مستوى فلسطين وأعتقد على مستوى الوطن العربي في ذات الإطار هذا مهرجان وطني بامتياز ساعات كما قلت تفصلنا عنه يعني إن شاء الله في 14 شهر حتى 19 شهر سنكون على موعد مع العديد من الإبداعات مع المفاجآت أولا هذا نشاط يندرج في إطار إيماننا بضرورة دعم وتمتين المنتج الوطني ضد صناعات المستوطنات وضد الصناعات الإسرائيلية سيكون لدينا ما يزيد عن 80 مؤسسة في 140 بوث سيمثل 140 شركة 140 بوث يمثل حوالي 80 مؤسسة وشركة ومنتج وطني بامتياز هذا أولا يهدف إلى دعم المنتج الوطني وإبراق رسالة في ظل الظروف التي تمارس وفي ظل قرصنة أموال شعبنا الفلسطيني بأن اقتصادنا الوطني اقتصاد قادر على الوقوف والثبات والصمود أمام كل محاولات القرصنة وكل محاولات سلب قرارنا الوطني الفلسطيني تنين أنا أعتقد أنه هو فرصة لكي نوفر ولو بشكل نسبي وبشكل مؤقت فرص عمل يعني إحنا أعلننا قبل أيام عن توفر فرص عمل لمجموعة من الشباب بالأخص أنه استطلاعات الرأي تشير إلى أن الشباب الفلسطيني من سن 20 ل 29 سنة نسب البطالة عندهم 56% وهي من أعلى النسب بالعالم وبالتالي إحنا سنحاول أن نوفر فرص عمل للمئات من طلبة جامعة النجاح وطلبة وشباب الوطن تلاتي يعني كما نعلم الأوضاع الاقتصادية في ظل حالة التقشف التي نعيشها جميعا بس نوقف عند موضوع توفير فرص العمل نفهم أكتر كيف المهرجان عم يدعم الشباب وعم يوفر فرص العمل يعني أحد الشروط أو الأسس اللي إحنا نعمل عليها إنه إحنا رح يكون عندنا 140 زاوية 140 زاوية هدول بحاجة إلى مجموعة من الشباب من الطلبة لكي يعملوا فيها وبالتالي يعني كما تعلمون هذا المعرض يستمر من الصباح حتى المساء بالتالي سيكون يعني هناك في كل بوث أو في كل زاوية سيكون لدينا أكثر من شابة وشاب سيتم توفير فرص عمل لهم بالتالي يعني نحن نتوقع أن يتم توفير فرص عمل للمئات من الشباب وهذا الموضوع ليس فقط موضوع مادي إنما أيضا موضوع خبرات يعني نعرف شبابنا على مؤسساتنا الوطنية ونعرف مؤسساتنا الوطنية أيضا على قدرات شبابنا وصبايانا في هذا الاتجاه أود كنت أن أشير إلى قضية أخرى وأنه كما نعلم اليوم نمر بحالة تقشف وطنية نتيجة قرصنة أموالنا من الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي يعني كان هناك طلب تم مراعاته من كل المؤسسات الوطنية اللي منحترمها ومنقدرها من جامعة النجاح الوطنية ومن مجلس اتحاد الطلبة أيضا إنه يجب أن يكون هناك عروض حقيقية في هذا المعرض وبالتالي يعني ما سيوفر في هذا المعرض معرض المنتجات الوطنية ومعرض الصناعات الوطنية سيكون هناك عروض حقيقية خصومات حقيقية ومفاجآت أخرى أنه سيكون هناك أيضا أمسيات وطنية هادفة في كل أيام المهرجان وبالتالي يعني هو عرص وطني بامتياز إن شاء الله سيعيد نابلس إلى سابق عاهدها عاصمة اقتصادية لفلسطين وهذا ليس غريبا على جامعة النجاح الوطنية التي اعتادت دائما على أن تستضيف وتنفذ الأنشطة الإبداعية والأنشطة الوطنية بامتياز حضرتك ذكرت أستاذ أن هذا المهرجان السادس الذي يقوم مزبوط صحيح إيش بميز المهرجان هذا عن المهرجانات اللي كانت زمان وانعملت يعني أولا إحنا مرينا بفترتين المهرجان الأول والثاني والثالث اللي كانوا بفترة التسعينيات والتي توقفوا نتيجة دخولنا في انتفاضة الأقصى الثانية ثم تم إعادة إحياء الفكرة من جديد قبل حوالي أربع سنوات ما يميزه أولا العدد الأكبر من المؤسسات التي تشارك فيه التنظيم الإبداعي والمهني اللي في غاية المهنية وغاية في التطور ثلاثة ما يميزه عدد الشركات الأكبر وما يميزه أيضا في هاي المرة إن جامعة النجاح يعني دورها الطبيعي والمعتاد إنها جمعت كل مؤسسات البلد اليوم نحن نتحدث عن نشاط مظلته جامعة النجاح الوطنية ومجلس اتحاد الطلبة فيها وأيضا هناك معنا شراكة مع المحافظة البلدية الغرفة التجارية الشركة كهرباء الشمال ملتقى رجال الأعمار وبالتالي نحن نتحدث عن حدث يجمع الكل النابلسي ليمثل أيضا صورة نريد أن نراها الكل الفلسطيني موحد طبعا نحن نحكي أنه كانت الفكرة من مجلس اتحاد الطلبة هو القائم على هذا المهرجان وكمان الهدف من المهرجان هو دعم صندوق الطالب البلدية كيف رح يتم تطويع هذه الأموال؟ كمان التذاكر هي مجانا لأزوار فبمعنى وين مصدر الدخل يلي رح يتم من خلاله تطويع الأرباح أو النتائج المالية لصندوق الطالب البلدية؟ هناك مصدرين للدخل حقيقة المصدر الأول هو تأجير الزوايا المختلفة والمصدر الثاني هو الرعايات نود أن أشير أولا أن هذا النشاط تحت رعاية سيادة الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن اللي اعتاد أيضا على أن يرعى المهرجانات السابقة واللي بنوجه تحية لصموده اليوم كل الأموال التي ستفيد عن حاجة المهرجان وعن تفاصيل المهرجان ومصاريفه ستوجه مباشرة إلى صندوق الطالب المحتاج في جامعة النجاح الوطني هذا الموضوع تم تنفيذه في المهرجان الثاني والأول وأيضا في المهرجانات الأخرى وبالتالي نحن نطمح إن شاء الله أن يكون لدينا مبلغ مالي نستطيع أن نقدمه لأخوتنا الطلبة لأن أحد أهم شعاراتنا التي نرفعها في شبيبة فتح وفي مجلس استحاد الطلبة أنه لن يكون هناك في جامعة النجاح الوطنية طالب يمنع من حقه بالتعليم لأسباب مالية وبالتالي هذا الشعار يجب أن يتحول إلى برامج عمل لا يكفي أن نبيع أو أن نقدم شعارات الشعارات يجب أن تتحول إلى برامج عمل نحن اليوم نعمل على تحويل هذا الشعار إلى برنامج عمل من خلال مهرجان التصوق في جامعة النجاح الوطنية أكيد خلال التجهيزات للمهرجان توقعاتكم للزوار من ناحية الأعداد ومن ناحية هل هم كمان رح يكونوا بس من مدينة نابلس بما أنه المهرجان هون في نابلس يعني بداية أنا من الآن بحب أقولكم أنه في مجموعة في عنا مهرجان المدن المتوئمة مع نابلس المدن البريطانية المتوئمة مع نابلس أبلغونا قبل ساعات بأنه يرغبوا أن يزوروا هذا المهرجان لأنه سمعوا عن نجاحاته في الأعوام السابقة بالتالي نحن نتحدث يعني بداية عن زوار من كل دول العالم هذا رقم واحد يعني بالتأكيد سيكون معظم الزوار أو الغالبية الكبرى من محافظة نابلس بمدينتها وريفها ومخيماتها ولكن نحن نتوقع أن يكون لدينا زوار من كل أنحاء الوطن وأيضا من فلسطين المحتلة عام 1948 لا أريد أن أبالغ إن قلت أنه نتوقع أن يصل العدد إلى مئات الآلاف على الأقل يعني إذا لم يتخطى ذلك في هذا العام بالأخص أنه الترتيب التنظيم الخصومات والخدمات التي ستوفر في هذا العام يعني هي أفضل من الأعوام السابقة الفعاليات مشجعة للعامل الفعاليات مشجعة وعدد من الفعاليات تبقى حتى الآن يعني مفاجآت سنقدمها في كل يوم بس نحن نحب أن نحكي للناس عنها يعني نحن نعرف أنه مهرجان تسوق الجمعة رح تفتح أبوابها من الثمانية للثلاثة للعائلات والطلاب أكيد وبعديها رح تكون هي مفتوحة في أبوابها للجميع فبدنا نعرف شو الفعاليات اللي رح تكون موجودة شو توقيتها الزمنية لحتى الناس تبلل وين كمان تتابع يعني الجدوى بشكل يومي سيكون لدينا أمسيات فنية للعائلات والشباب أمسيات فنية وطنية هادفة سيكون لدينا أيضا حملات خصومات عروضات في كل يوم من الأيام بديش أحرق أكتر من هيك لأنه حتى جزء من البرنامج الفني لا زال قيد الإعداد البرنامج الإداري والبرنامج التقني داخل المنرجان تبقى بس أنهم من السبعة للعشرة يوميا رح يكون فيه صهرة فنية في المسرح المكشوف صحيح صحرة فنية وطنية هادفة في المسرح المكشوف في جامعة النجاح الوطنية حلو جميل يعطيكم العافية العافية يا رب طيب يمكن إحنا بنهاية المطاف من إحنا يومت الخميس ومنؤولون المهرجان رح يفتح أبوابه يومت الأحد بإذن الله تعالى الرسالة اللي أنت اليوم بتوجهها للناس في ظل التقشف الوطني اللي أنت عم تحكي عنه في ظل الظروف الصعبية اللي إحنا عم نحكي عنها من إضراب الأسرة ومن أوضاعنا السياسية المختلفة ليش مهرجان التصوق هو فعلا وطني ويخدم الأجندة الوطنية؟ يعني أولا هذا نشاط وطني بامتياز لأنه يخدم هدف سامي هو خدمة الطالب المحتاج في جامعة النجاح الوطنية بالتالي نحن نؤمن تماما بأن جامعة النجاح الوطنية هي خندق من خنادق الدفاع عن القضية الوطنية الفلسطينية ثانيا سيكون يوميا في الأمسيات الفنية التي ستقدم رسائل دعم وإسناد لأسرانا البواسل لحقوق شهدائنا وعائلاتهم وسيكون أيضا هذا المهرجان بمثابة رسالة واضحة وهو تحت رعاية السيد الرئيس اللي اليوم يتعرض لضغوطات كبيرة جدا أمام الإدارة الأمريكية ونتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي ستفرز حكومة يمينية متغطرسة وفاشية مرة أخرى هذا رسالة أن الشباب الفلسطيني ثابت على حقوقه الوطنية يمتلك من الوعي والإبداع ما يجعله يستطيع أن ينظم أمسيات ومهرجانات وأنشطة وطنية تنافس الأنشطة على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي وبالتالي هي رسالة وطنية واجتماعية واقتصادية في آن واحد أكيد كل توفيق لكم وأكيد نحن متحمسين أكثر للمهرجان سنكون في تغطية يومية مباشرة عبر إذاعة صوت النجاح وفضاية النجاح وموقع النجاح الإخباري لكل الفعاليات التي ستكون في مهرجان تسوق الوطني شكرا لك سيد رائد شكرا لكم كل توفيق شكرا لكم